فماذا عن الكروان الإماراتي يعقوب السعدي في رؤيته للأهل أي مشجع لأي فريق في العالم إن سألته عن اسم فريقه يجيبك كذا لكن الأهلاوي بالذات إن سألته عن اسم فريقه يتعجب ألا تكفيه إجابة أهلاوي من يحب الفارس المصري الأحمر يجيب أن انسألته طبعا أهلاوي وكأن جمهور الأهل في مصر وفي الوطن العربي يؤمن أن الأصل أن تكون أهلاويا هكذا الأهل وهكذا جمهوره وهكذا كل ما ينتمي إليه كادوا من فرط حماسهم أن يتحول لون العشب الأخضر في الملعب تحت الأقدام المشتعلة للون الأحمر مثل كل القصص الأسطورية نسج الأهل قصته من بطولات وانتصارات وإنجازات مثل كل هذه القصص الأسطورية من يطل من نافذة الأهل خالد على مر السنوات في أول الحكاية أو في الوسط أو حتى في منتهاها لا يبدو الأهل بحاجة إلى تلك البروتوكولات الحكاية طالما فيها الأهل تبدأ منه وعنده الأهل في مصر أكبر من فريق ومن بطولة ومن أهداف لقد سمعته في بيوت أسر مصرية بسيطة يدوي من النوافذ معلنا أن للفرحة هتاف أعرف بعض الناس في مصر يعنيهم أولا أن يفوز الأهل ولا يهم ما يحدث لهم يكفيهم أن يحتضنوا الفرحة والتيشيرت الأحمر وما فاتهم في الواقع ستعوضه الأحلام الأهل أكبر وأجمل من كل الكلام جملة والله اتخطفت كده ربما الناس كتير ما خدتش بالا منه هماني في كل ده عندما قال وكأن جمهور الأهل وفي الوطن العربي عشان الناس تعرف أنه يتحدث عن جمهور الأهل في الوطن العربي كما يتحدث عن زخم جمهور الأهل في مصر يؤمن أنه في الأصل أن تكون أهلوية وفي الوطن العربي هذا الرأي الإماراتي بعد الرأي السعودي ترجمة نانسي قنقر